الحقيقة الخنزارة نعيز نقول ان احنا كنا بنفتخر دايما في الترانيم بتاعتنا وفي الاحاديث بتاعتنا ان احنا كنيسة الشهداء لكن ما كناش متصورين ان احنا هنعيش عصر استشهاد لكن خلال الاحداث خلال السنوات الاخيرة اصبحت شيء طبيعي ان احنا كل يوم بنتوقع ان احنا نسمع اخبار او نشاهد احداث يعني تأكد على ان الكنيسة كنيسة الشهداء والاحداث الاخيرة يعني كنا يوم السبت بنحتفل بمرور 40 يوم على تذكار شهداء كنيسة ماري جيرجيس في طنطا والكاتدرية المرقصية في اسكندرية وبعدها بـ 48 ساعة تقريبا سمعنا الخبر بتاع احداث المينيا وطبعا الاحداث بتاع المينيا كانت يعني لها طعم او لها طابع مختلف لان احداث المينيا كانت فيها نوع من المجاهرة بالايمان الطلب اللي توجه محدد هو انكار الايمان بالمسيح وقبول اي ايمان اخ لكن رغم عنصر مفاجأة رغم ان الناس دول ما كانوش محدش اعدوهم من قبل يعني ما جبناهمش واعدنا عملنا لهم سيمينارات ولا سيشنز ولا محاضرات علشان نقول لهم خليكم مستعدين الا بعد ساعة بعد اثنين بعد يوم بعد كذا حيحصل كذا رغم ان هما ما كانوش لم يعدوا من قبل لكنهم كانوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألهم عن ساب الرجاء الذي فيهم وكأنه عايشين بالوسية اللي عطاها السيد المسيح وقال في ساعة لا تعرفونها وفعلا كانت ساعة ما يعرفوهاش وطلب منهم انكار ايمانهم بالمسيح وكانت اجمل شيء انهم اعلنوا ايمانهم بمنتقى الشجاعة ومنتقى القوة وكان تمنى الايمان دهوت انه هما يعني توجه ليهم كل انواع الاسلحة النارية الصعبة اللي ما يتخيلهاش انسان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة